بعد اكتشاف مواقع أثرية عدة في الأنبار مؤخرة منها تلششين في ناحية البغدادي الذي يعود تأريخه إلى العصر البابلي وتل حمر الأعلى جه نهيك عن أكثر من أربعمائة موقع آخر لم تستثمر حتى الآن فضلا عن إهمال الجهات المعنية لها الذي عرض أغلبها للإندثار والسرقة والتخريب وبالتالي يمثل هذا المكتشف الآثاري عمقا تاريخيا لمحافظة الأنبار يمتد إلى أطناب التاريخ وبالتالي ندعو كل الجهات المعنية لا سيما هيئة الآثار والسياحة وزارة الثقافة باستعادة أيضا الآثار الأنبار التي نقلت إلى بغداد إبان أحداث داعش في عام 2014 ليتسنى لمحافظة الأنبار أن تأخذ دورها التاريخي والثقافي والريادي في هذه المحافل وإضافة للمواقع الأثرية مئات القطع الأثرية التي تمثل هوية المحافظة وإرثها الثقافية نقلت إلى العاصمة بغداد إبان الحرب على داعش للحفاظ عليها الآن وبعد استثباب الأمن تصاعدت المطالب باستعادتها ورفض متحف الأنبار الحضاري بها بعد أن أعيد ترميمه وتأثيثه بعد الاستكشافات الجديدة التي حصلت في محافظة الأنبار من العثور على بعض الآثار الجديدة نأمل جاهدين من الحكومة المركزية والمعنيين الالتفات إلى هذا الجزء المهم وجعله واجه سياحية لمحافظة الأنبار واستدقاب السياح ويرى متخصصون ضرورة تخصيص مبالغ مالية من أجل التنقيب في صحراء الأنبار للبحث عن مزيد من الآثار فضلا عن أهمية تأهيل المواقع المكتشفة وجعلها أماكن سياحية تستقطب السياحة الأجانب والعراقيين من الأنبار دريس يحية قناة الفلوجة